أهلاً عمر، كيفك؟ بقيت 34 سنة ساكن أيضاً عشت كتير في الواحدة، عشت كتير مكتئمة لو حكيت، شو كان ممكن يصير؟ بيكلمني بصيغة أنسة، اللي هو حضرتك فين نروح أبعد معك؟ كتير مكبه؟ مش عارف أتكلم بالنبرة دي كتير موسيقى حبيبي ولا على بال شوء لي ولا شيء في البلاد موسيقى أهلاً عمر، كيفك؟ كيف كانت سافرتك على دبي؟ مريحة ولا نص نص أول مرة بتجي على دبي طيب أول مرة كيف كانت السفرة مش حلمة تاني مرة تمام عمر لا ساكت بسبسوتي قده عمرك اليوم عمر 34 كل هالفترة كنت تتجنب تحكيه في وقت كتير من حياتي فترة أنا صغير وفترة المراحق بقيت 34 سنة ساكت لحد سنة 28 سنة لـ 28 ساكت صح أيوه لو حكيت شو كان ممكن يا سيارة الناس بتتعلق على صوتي بهدف ان هم يعني يحسون ان هم أحسن مني شوية أو يحاولون يقللون مني شوية صوتي فيع أو مسرسع أو كان يقولوا صوت ست أو كده الحاجات دي كانت بتزعلني يعني لما شاب بيسمع رجل بصوت أنصة كيف تكون رادة فعلك؟ قبلي كده كنت ممكن أتعامل مع الموضوع بعنفي شوية بدأت أحس لأنا يعني بكبر الموضوع أو فيه طرق سلمية أكتر لنتعامل مع دوت لأنه ممكن أتجنبه حتى يعني ممكن أسيبه وامشي بس دلوقتي كانت تهرب يعني أو كنت باهرب بس يعني الظروف فرضت علي لأ أنا فيه أوقات أنا مش لازم مقدرش أهرب ولازم أعرف لقدامي قمتي يعني لازم تواجه لازم تواجه خلينا ننسى عمر الحالي نرجع شوية لأ وراء قلت لي أنه كان عندك ردات فاعل عنيفة خبرنا مثل شو كيف كانت تتصرف؟ ممكن توصل لمرحلة الضرب أو الخناق أو العراك مع الشخص اللي قدامي لحد ما حصلت ماذا عراك بك نحكي بالموضوع عمر؟ شوية صراحة يعني بحيث أنها موقف قديمة عدت علي من زمان فعشان كده ساعات يعني بفتكرها بديها شوية عمر أنت اليوم موجود معنا طبعا لنستفيد من تجربتك ونتعلم منها أوكي تسمح لنا هيكي وبتسمح لي نهوس أكتر بقصتك؟ تفضلي أوكي بدأ أرجع معك لعمر الطفل أولى سنة البلوغ تمام عادةً شاب بهذه المرحلة بيطول بتطول دقنه بيعرض صوته حتى عضليته بحس خلاص صار شكله فيه تغيرات فيه رجال عامي كبر تمام أنت كيف عاشت هالمرحلة؟ يعني أنا مكنتش أصلاً واخد بالي من الموضوع طبعاً لحد ما بدأت أحس إن فيه بعض الناس تقولي صوتك مزعج بس يعني هما بيبقوا أطفال معي في المدرسة أو صوتي رفيع أو مسارسع شوية صاعتها بدأت تأخد بالي من الموضوع علشان كانت هاي ديت المرحلة اللي بدأت أبعني فيها شوية صوت أصحابي بيتغير ما عادة أنا بعد كده ابتدى الموضوع يدخل في مرحلة إن هما ديت الطريقة اللي هيديقوني بيها يعني حسات إنه مرحلة التنمر جاية؟ كانت البداية بتاعتها كانت البداية بتاعتها آه كم سنة نطرت عمر ليتغير صوتك؟ لحد الجمعة يعني مثلاً حوالي ستة سنين أو سبع سنين كده من مرحلة البلوغ لحد الجمعة كنت نطر يتغير هالصوت؟ آه آه كنت منتظر طبعاً صوته غير أنا شخص طبيعي بس أه متى يقست وقلت أنا غير؟ في مرحلة الجمعة والصراحة يعني زي ما كان لسه في مضايقات في الجمعة ولكن كان فيه ناس أصدقائي بيدعموني شوية أو بيعملوني بلطافة أو مش مهمة بالنسبة لهم آه قصة فلان دوت صوته ايه أو كده هو في نفس الوقت برضو أنا عرفت أتعامل مع أصدقائي اللي هم بيحاولون يدايقوني شوية بس الموضوع دوت مفضلش كتير على بالمخلصة الجمعة الجمعة كانت خمس سنين فلما خلصت الجمعة كان يعتبر خلاص كل الناس اتعودت علي بغض النظر عن المشاكل اللي قبلتها طول الفترة ديت الخمس سنين قلت اللي بغض النظر عن المشاكل شو المشاكل اللي واجهتها؟ المشاكل اللي قبلتها أنه برضو كان فيه بعض الناس برضو بتحاول يعني تتحاول ترفع صوتها قدامي فأكيد كنت بتدايق بحاول أصد قدر إمكان عشان خلاص بقى الجمعة مينفعش كل حاجة بالخناق مينفعش كل حاجة بالعراك برضو الجمعة أنا كنت أحد مجتهد وشاطر فيها فديت برضو كانت نقطة قوة في الآخر خالص الإنسان بقامته الناس اللي هي كانت ممكن تحاول تدايقني أو تتطريق عليا في وقت من القوات هم كانوا بيحتاجوني اللي أنا أذكر لهم أو أساعدهم في الدراسة وإيش؟ وأنا كنت بدأت تقندق فبدأت أعدي الموقف الوحشة فعلاً كنت تعدي؟ ولا كنت تقدم لهم خدمات لوقف تنمر؟ ما كنتش أقدم لهم خدمات عشان صراحة؟ لا لا صراحة أنا ما كنتش بقسها أن هي خدمة وصد خدمة برضو قد ما هي كانت أن هما أصدقاء لي طيب بمراحل قبل كنت تقوم بخدمات مقابل أنه ما حدا يتنمر عليك؟ ما كنتش بتعامل مع الناس قوي ووقيت تاني سويني سويني بعرف أنه الموضوع مربك؟ شوية بدي أشكر شرقتك ووسقتك ربنا خليك يعني مش هقدر أقول لنا كنت أقدم لهم خدمة وصد حاجة يعني أنا فعلاً ما كنتش بتعامل مع الناس قوي وكت يعني زي اللي هو أحد قافل على نفسه أنا فعلاً مش عارف أتعامل مع الناس قوي وفي نفس الوقت أنا مش محتاج لهم في الوقت دوت بحيث اللي أنا محتاج أذاكر أكتر عشان أطلع بأكتر مجموعة كنت وحيد؟ أمر كنت وحيد كتير لفترة طويلة بدلت وحيد بحاول 28 سنة ساكت كم سنة فيها وحيد؟ يعني حوالي 18 سنة اللي هو الوقت بتاع المراحقة وأول سنة في الكلية بعد والحد ما قدرت أتعامل مع أصدقائي وأعرفهم وأعرف أتعامل معيهم وأعرف أتخلى عن العنف في المواجهة زي اللي كنت بعمله في المراحة قبل كده حاولت تخشم صوتك؟ أوه أكيد كتير يعني كنت بحاول أضغط شوية كيف؟ أنا مش عارف إذا كنت عارف أتخن صوتي دلوقتي ولا لأها كانت تزوط معك بوقتها؟ أوه كنتش عارف أتكلم أكتر من ثلاثين ثانية دقيقة كيف؟ أنا مش عارف أغير صوتي دلوقتي بس ممكن أحاول سواني مش عارف أتكلم بالنبرة دي كتير مش هعرف أتكلم بها كتير يعني أعتقد بسبب اللي أنا مش بستخدمها فهي بترهقني مش عارف أغير صوتي وأنا بتكلم مع شخص واللي أنا أتكلم كتير بالطريقة دي عشان مش بستخدمها فعشان كده هي بتتعبني بس شكراً عامر وصفيك مزموط مش عارف تعبت؟ شوية بمرحل من مراحل حوالتك تستعمل خطة دفاعية وتتمر أنت على حالك؟ لا، الصراحة ولا مرة؟ ولا مرة مرة يعني جريتهم اللي عم تنمروا عليك؟ لا، الصراحة بده في نقطة تانية اللي أنا فعلاً ما كنتش حس اللي أنا صوتي مختلف أنا استغربت صوتي بعد كده لما أنا ابتدت بقى تطلع الموبايلات وأقدر أسجل صوتي وأقدر أسمعه تاني أنا يمكن أنا بتتكلم عادي أنا مش حس اللي أنا صوتي مختلف أصلاً فآه لما أنا سجلت صوتي وسمعته فآه حسيت إيه الصوت الغريب دوت؟ لا، في مشكلة فبرضو كانت نقطة من اللي أنا أقدر الناس يعني حد بيعملني من أول خالص حد لسه أول مرة يشوفني فأنا أصلاً استغربت صوتي فما بالك حد جديد بيكلمني فآه بديله فرصة إن هو يستغرب بديله فرصة إن هو ممكن إيه التاريق مش عاوز أقول إيه التاريق مثلاً إيه هزر هزر خفيف بس دي تأول مرة بس عشان أكتر من كده هيبقى تنمر زي ده عن اللزوم إن هو بيحاول يضايقني يعني مثلاً أنا مش عارف برضو قول دلواتي دوت ولا لأ بس أنا لحد الوقتي في التليفون لما بكلم البنك أو بكلم الديليفوري بيكلمني بصيغة أنسة اللي هو حضرتك إيه آه أول حد دلوقتي أنا عاوز أقول لها حضرتك مرة شو بتقول؟ لو شخص يعني بعد البنك بيحصل من شيء كده في الموضوع ده إنما حد عادي أنا خلاص تقبلت الموضوع فما بقتش في الأول خلاص كنت بوضح له أقول له لأ أنت بتكلم ولد وهكذا فكلمني كولد إنما دلوقتي أنا تعبت الصراحة من التوضيح فبسيبه يعملني خالص إلا لو هنتقابل فلما ديجي نتقابل قبل ما بنتقابل بقول له أنت عادي بتكلم ولد مخصوصاً إن أنا لما بكلم حد في التليفون دوت ديليفوري مثلاً أو كده إحنا مش هنتعامل غير مرة واحدة إنما البنك ما بيردوش يديني البيانات بتاعتي ما عرفش أخلص بعض المواد البنكية بتاعتي بسبب إن هو بيفتكرني مثلاً مراتي عاوزة تعرف بيانات البنكية وحصلت كذا مرة يعني مع البنك فبيرفض إن هو يقولي بتخيل معهم باب لو أنت بسجلوا صوتي عندكم عشان تعرفوني أنا هعمل إيه أنا مشارك معيكم تبقى في الحزاب البنكي معيكم يعني ولا هعمل إيه أنا بتروح شخصياً؟ بروح شخصياً عشان الموضوع دور اليوم جرقتك ليفتي أوكي وبعرف أنه تخطيت موقف كتير صعب تمام وحكيت بالزبط أحضر تفango أوكي أحمر أحمر يخوف الأحمر أوكاً abide مقابل كل المضيئات اللي عشت мhm حاوالت تبحث عن علاج حاولت وأنا في برضو الجامعة في أولى جامعة وأنا بحاول أتخطى المواقف ديت كلها يعني أنا ما كنتش عارفة أروح لدكتور تخصص إيه غير تخصص أنفق أزن وحنجرة عندنا يعني في مصر وكده رحت له وكشف علي وقال لي أنت نبرت صوتك طبيعية زي ما ممكن حد بقى نبرت أو أقل يعني برضو في بعض الستات بيبقى نبرت صوتهم تخين شوية وعادي يعني بس أنا تبديت ساعتها أتقبل أنه لا خلاص أنا ده صوتي وده اللي أنا هعيش به يعني يعني لما انصدمت بالواقع فينا نقول أنه هون بلشت رحلة التغيير أو رحلة التغيير شخصيتي أكتر لأ بتقبل نفسي أكتر يعني عمر تقبل الحقيقة بوقتها أه بوقتها تقبلتها أنا يعني عاشت كتير متضايق عاشت كتير لوحدي عاشت كتير مكتئب فلا أنا الاكتئاب دوت يعني بحسه أنه هو أنت حار يعني إما موت نفسي دلوقتي إما لأ أحب الحياة وأنطلق وأعرف أتعامل وبرضو مش حابب أنسب الفضل لنفسي يعني برضو أصدقائي بعض الأصدقاء في مرحلة ما ساعدوني فبدأت أتقبل نفسي أكتر وبدأت أدور على طرق أتعامل بيها مع الأشخاص اللي هي ما تعرفنيش يعني كنت في الفترة بدأت أفهم اللي أنا بس كل ما أتعامل مع الناس أكتر كل مش هتعرض للمضايقات أكتر يمكن دوت الشيء اللي خلاني يعني أعمل شفت كدير شوية يعني الهندسة وأروح للتصوير يعني كان من خلاله لنا أتعرف على ناس أكتر في الأفراح أنا حاولت أحاول الاختلاف في شخصيتي أو في صوتي لميزة إن هي خلاص ديد جزء من شخصيتي وممكن تبقى جزء تبقى سبب في شهرة لي في أي مكان حتى في الموصلات يعني لما حد بيسمع صوتي بيعرف إن عمر ريكب في العربية ديت عمر موجود في الحفلة ديت وهكذا يعني بس مجرد بس لأنا أتكلم وخصوصا برضو في التصوير ساعات بضطر مثلا أعلي صوتي بحيث أن الناس تقف كويس أو كده في أي حد مش واخد باله مني في القاعة بيعرف إن عمر موجود في القاعة ديت من صوته بس فبدأت بس لما تصرخ أو تزعع بيبقى الصوت ناعم أنا عم أكتر أنا عم أكتر ولما تغني أغني لا بحاولتش قبل كده ولا مرة لا لا تحاول معنا مش عارف حتى مش مجمع يعني أغنية دلوقتي شي لأ عمر ديب مصرحنا بنحب عمر ديب عمر ديب يلا عمر ديب حبيبي ولا على بال وشوق إلي ولا شغل بلا ندي علي ولا يلي كتير أفكر في وأحني إلي ولا داري بس بتي حلو حلو وصح عن جهة حلو بتغني صح كمان نعرض عليك أعمال إلي علاقة بصوتك مثلا مثل الدبلاج مثل تعليق صوتي أه حقيقي بس أنا ما عملتش دوت بس اتعرض علي اتعرض يعني فرند أصدقاء لي هما اللي قالولي أنت ممكن تشتغل في ده بس ما تعرضش علي من شركة معينة أو حاجة كده واتل أنا أجي أقدم الموضوع هم أنت جربت ما فكرت يعني تستغل هيدا الموضوع وتشتغل عليه هم يعني فكرت الصراحة هم قالولي أنت هتبقى أشتر في الأداء الكارتوني أكتر هم ما جربت نعرفتش السكة عرفتش أبطيدي منين بيهمك الموضوع يعني آه أنا مبسوط بصوتي لا بيهمك تعمل مثلا تستغل صوتك بمجال العمل آه هيكفي بس أن الناس تسمع صوتي هيبقى شخصية كارتونية ولد صغير بنت رجل مش هتفرق قوي يعني يعني أنت عم تجرب أنه تلغي حضورك بس تستغل صوتك بس ما عم تفكر بيشي خاصة بالإعلام أو بالسوشال ميديا دي نقطة بتقلقني لحد دلوقتي أنا فعلا أنا حابب أبقى يعني أبقى موزيعة شوية على السوشال ميديا يعني موزيعة على السوشال ميديا بس ليه بتقلقك بتقلقني مش حابب دوتة اللي يلفت لانتباه الناس في البرنامج اللي أنا ممكن أقدمه أو في أي حاجة ممكن أقدمها بس أنت النقطة بتخوفك لأنه بتحس أنه أنت عم ترجع ترد عالم التنمى لحياتك أنا عم تقلل تعرضك للتنمى أنا عارف إن هو كده كده هيرجع علشان الناس ديت متعرفنيش في الأول أنا وضحت إن طول ما الشخص مش عارفني هو هيتنمر علي في الأول خالص لأنه أنا عارف اللي أنا صوتي مختلف شوية فأنا عارف إن أي حد هيشوفنا على السوشال ميديا وما يعرفنيش هيقول إيه صوت الست دوت أو صوت البنت دوت أو أين كان هيقول صوت رفاية أنا عارف إن التعليد ديت هتكتب في الكومنتات فأنا مش مش حابب حد يعلق على دوت أنا حابب إن اللي يلفت الناس الإيمان اللي أنا أقدر أقدمها لهم أنا هقدر أفدهم عمر بدي ترجع هيك لجوة جوة جوة قلبك من جوة بدي أعرف اليوم قدي بعده التنمر بيوجع هالشاب اللي صار عمره 33 سنة اليوم آه بيضيقني وخصوصا لو دوت جاي من حد صغير يعني أنا عارف إن في بعض الأوقات بيتعامل معي ولد صغير أو كده فأه بيحاول إن هو يتريع على صوت شوية أنا لحد دلوقتي مش بحاول أرد قوي أكتر من اللي أنا بصده ونفسيا بقيت أقوى اللي أنا أقدر يعني ما فيش وقت اللي أنا أتواجه قدام الشخص يعني مش لازم أحسسه اللي أنا متضايق أنا لحسسه اللي أنا متضايق هو هيتميدى أكتر إنما لا فيه طرق كتير أقدر أصده بيها ارتدع تمام مرتدعش خلاص خد بعضك ومشي أنا مش هتعامل معيك اليوم لكل أهل عم يحضرونا شو بتقلهم إذا أولادهم عم يتعرضوا لتنمر بسبب اختلاف معين؟ أهم حاجة إن هم يحتوهم أكتر إنه هو لازم يفرغ الطاقة الغضب دوت مع أهله مع صحابه أو كده هم خط الدفاع الأول ليه وخصوصاً لو هو صغير هو لسه مش قوي نفسياً هو يتعامل مع المشاكل اللي هي ممكن تقابله في الحياة وتاني خطوة لو الموضوع ليه علاقة بمرض ممكن يتعالج فأوكي يروحهم بيه للطبيب المختص أنا برضو في رحلة اللي أنا يعني رحت بس الدكتور واحد بس أنا سمعت إن ممكن الموضوع يتحلع جراحياً أنا محبتش اللي أنا أخش في الموضوعات وتقبلت نفسي خفت من عملية جراحية ممكن الصوت يروح فيها خالص يعني لو لقدر الله حصل أي مشكلة عندك اللي اتعمار؟ لا لسه بس نشوره لأ برضو لسه النصيب ولا صوت كمالة عبدالور؟ لا النصيب هو الصوت شوية بس لا برضو مش مش متعرضتش أول المشكلة ديت من التعارف يعني على البنات وكده يعني ممكن كان في الأول خاص أيام فترة المراكز يعني ما صار في نصيب او بالزبط رح نلغي الأحمر نرع للأبيض الحمد الله سؤال الأخير أوكي إذا بدك توجه كلمة لعمر لأي عمر بتوجه؟ عمر الصغير أو عمر الكبير؟ وشو بتقله؟ أكيد عمر الصغير يعني عشان يعني عمر الصغير ضيع وتكتير في أنه هو مستخبي شوية مكتب شوية فما تكتئبش مستخباش فيش أي حاجة ما تضيعش وقتك الحقيقة أصلا جميلة ومش هتحس بتعمها وبحلوتها غير لما تبقى شخص ناجح وعمر الناجح يعني ببقى إني لسه عمر الكبير قصدي يعني أنا لسه بكتئب شوية نعم بتجاوز الموضوع دوت بس يعني بقول لنفس اللي أنا ما اكتئبش مفيش وقت اللي الاكتئب عشان الاكتئب زي الانتحور بالزبط كده موت بس بالبطيق ما نفعش ما تكتئبش الحياة نعمة أكتر من الكلام اللي بيقولوا بعض الناس حواليك ما تقفش عنده عمر كلامك كتير حلو ما تسفت أبدا شكراً ربنا يخليك حوالي شكراً كتير لوجودك معنا اليوم العافو وما تنسوا تتابعونا على حسابنا الجديد المشهد لايت على كل مناصات التواصل الاجتماع على فيسبوك اشتركوا في القناة